موسيقى بهدف ضمان وفرة الماء الشروب أربع محطات جديدة لتحلية مياه البحر سيتم إطلاقها مستقبلا ما يسمح بتدعيم الكمية المخزنة سنويا بنسبة 25% هو ما أكد عليه وزير الموارد المائية على هامش اجتماع تنسيقي جمع مصالح وزارته ووزارة الطاقة محطات تحليل مياه البحر عندنا 11 وحاليا عندنا ربع محطات لرسالة نطلق نعطيهم لكينا الجزائر العاصمة وكينا الطرف كل واحدة منها 300 ألف متر مكاعد في اليوم وكل عندنا المحطة الثانية اللي في سكيك دا سيد مع الوزير يتكلم عليها 1,000 فصفات فيها 70 ألف متر مكاعد وعندنا محطة أخرى في بجاية فيها 100 ألف متر مكاعد الكمية المتساقطة للأمطار خلال الأشهر الماضية خزنت من خلالها السدود نسبة معتبرة 70% هي نسبة امتلائها نحن 70% من السدود نقوم بتارئة هذا شيء أمي عند الله أتى هنا هذا يشبك بالمواطني يكون متأكد كما قال مع الوزير الطاقة موجودة والمام موجود إن شاء الله ما يكون غير الخير نعمل مستقبل العملة يمكن أن تريد ربطار في الوزير إن كانت ساعدة تريد ربطار وإن الناس يتعامل يفعل الرطار ولكن المشكلة التي تريد ربطار نعمل المعين بالرغم من تدعيم قطاع الموارد المائية بأربع محطات تحلية مياه جديدة إضافة لنسبة امتلاء السدود إلا أن الحاجة المتزيدة لهذه المادة الحيوية يدفع لبذل المزيد من الجهود لتحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة